شات جي بيتي هو نموذج للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقنية الشبكات العصبية التي تعرف بجي بيتي جينيريتف بريترالي ترانسفونر وهي طريقة لتعلم اللغة الطبيعية بالتشديه بالإنسان تم تدريب شات جي بيتي على كميات ضخمة من البيانات المكتوبة من أجل توليد إجابات وتفاعلات منطقية ومفهومة عندما يتلقت شات جي بيتي نصا معينا كإدخال فإنه يحلل النص ويفهم المعلومات وسياق الذي تم تقديمه بناء على هذا التحليل ينشئ شات جي بيتي إجابة منطقية ومناسبة للسؤال أو الاستفسار الذي تم توجيهه يعتمد شات جي بيتي على معمارية ترانسفونر وهي نوع من الشبكات العصبية التي تعال بشكل متاز في معالجة اللغة الطبيعية تستخدم معمارية ترانسفونر مفهوما يعرف بالانتباه التنشن والذي يمكنه تحديد الأجزاء الهمة من النص الأصلي وتركيز الاهتمام عليها أثناء إنشاء الإجابة تطوير نماذج مثل إنشاء جي بيتي يعد جزءا من مجال الذكاء الاصطناعي المعروف باسم معالجة اللغة الطبيعية الينالبي والذي يهدف إلى تمكن الأجهزة الذكية التفاعل بشكل أكثر طبيعية وفهم اللغة البشرية واستخدامات رينالبي تشمل تطبيقات متنوعة مثل المحادثات الآلية، ترجمة اللغة، تلخيص النصوص، والتحليل اللغوي للنصوص يتم استهدام شا جي بيتي في العديد من الأماكن والخدمات التي تعتمد على التفاعل مع المستخدمين ويعد تطورا مهما في مجال الذكاء الاصطناعي قد تشمل هذه الخدمات التطبيقات المحمولة والمواقع الإلكترونية وروبوتات الدردشة وأجهزة الصوت الذكية مثل مساعد الصوت الشخصي على الرغم من التحسينات التي يمكن تطبيقها على تشا جي بيتي فإنه يبقى تقنية مبهمة ومفتوحة للتطوير المستقبلي يعمل للباحثون والمهندسون على تطوير نماذج أكثر تطورا وقدرة على التفاعل الذكي وفهم اللغة الطبيعية بشكل أفضل وهذا يعز إمكانيات تشا جي بيتي في المستقبل ويوسع نطاق استخداماته يوزر استمر تشا جي بيتي اثنان اثنان بالتأكيد سأستمر في التحدث عن تشا جي بيتي يتم تحقيق تقدم مستمر في مجال تطوير نماذج مثل تشا جي بيتي من خلال للبحث والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي الشركات والمؤسسات تعمل على تطوير نسخ أكثر تقدما وقدرة على التفاعل الذكي واحدة من التحسينات المستقبلية المحتملة هي تحسين قدرة النماذج على فهم السياق والتعامل مع المفهوم العام النص بدلا من الاعتماد فقط على الجمل المعزولة علاوة على ذلك يمكن تعزيز أداء تشا جي بيتي من خلال التدريب المستمر على بيانات أكثر تنوعا وشمولا مما يعني أنه يتعين توفير مجموعات بيانات أكبر ومتنوعة لتدريب النموذج يمكن أيضا تطوير طرق لإدراج مزيد من المعرفة الموجودة في قواعد البيانات والمصادر للخارجية لتحسين الإجابات والتفاعلات التي يقدمها قد يتم تحسين تجربة المستخدم مع تشا جي بيتي أيضا من خلال توفير واجهات مستخدم سهلة لاستخدام وذات تجربة تفاعلية أفضل يمكن تطوير واجهات محسنة تعمل على توجيه المحادثات والتفاعلات بطريقة أكثر تنظيما وفعالية مما يساعد المستخدمين على الحصول على الإجابات التي يحتاجونها بسهولة وفي الوقت المناسب باختصار يتواصل التقدم في تحسين تكنولوجيا تشا جي بيتي والنماذج المشابهة له وهناك العديد من الجوانب التي يمكن تطويرها وتحسينها لتحقيق تفاعلات أكثر تطورا وذكاء ترجمة نانسي قنقر